ليلة المولدين لسي كان لديه نسورورون بيوميه وديها خلي يا ربنا وصالي مالاما هو للقلق رحمة وديها ليلة المولدين لسي كان لديه نسورورون بيوميه وديها خلي يا ربنا وصالي مالاما هو للقلق رحمة وديها ليلة المولدين لسي كان لديه نسورورون بيوميه وديها خلي يا ربنا وصالي مالاما هو للقلق رحمة وديها وتوالى البزر الهوات بأنقار ولد المصطوى وهكى الهماء لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمْ مِمْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابُ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنْهَارًا وَبِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنواد وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم السلام عليكم ويوجود السيد الأولين والآخرين الذي قال بحقه وما أفسناك إلا رحمة للعالمين ويشهد الله إلا إلا ضاع دولة شركة لافسوا في محبة حبيبه وصفته لاتباعه وطاعته والاستمساك بهديه والسنة سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى صحابته وعطرته قال تعالى وإن كنتم تخبون الله فاتبعوني أعجبكم الله وقال تعالى ومية يا الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى ومية إلا والرسول وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله أخرج البخاري صحيحي أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمين أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس إجمعين فقال عمر لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نسلة بين الجنبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمين أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبين فقال عمر والذي أنزل عليك الكتاب لأنت يا رسول الله أحب إليه من نفسه التي بين جنبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر فقال علي بن نبي طالب كرم الله وجهه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارج على الضماء فقد قالوا إن في النفس طاقة لا يسدها إلا محبة الله ورسوله فمن نبي الظهر بذلك فحياته كلها حسرات وهموم وآلام وهموم ألا فسيروا بسيرة هؤلاء ذي محبة خير العباد الذي حصلت لنا من فرده نعمة الإيجاد والإمجاد فقد قالوا إن الإحسان يسترق الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم هو المحسن إلى سائر الأكوان مع ماذه من أوصاب حميدة وأخلاق مجيدة قال تعالى وإنك العلا خلق عظيم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رأوه رحيم فإن تولوا فقل حسن الله لا إله إلاه عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وذنى بملائكة قدسه وذلذ بالمؤمنين من جنه وإنسه فقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من صلى الله عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بيع عشرة وفي رواية ومن صلى الله عليه عشرة صلى الله عليه مئة ومن صلى الله عليه مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى الله عليه ألفا زاحمت كتبه كتب على باب الجنة فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله وخيرا وعظم إجراه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد بالفاتح لما أغلق والخاتم لما أسرق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فرض الله عن صحابتي وقلباء الراشدين الهادين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن القطاب وأم فق الأوال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عزمان النعفان وعن باب مدينة العيم ليث بن غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلاء راقية اللهم انصوا ما بهم وانصوا من نصر الدين فاخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك من كان فيها لا قراحة المسلمين ودمر عداء الدين وجعل أوالهم وذراريهم غريبة للمسلمين اكتب السلامة والعابية لجميع المسلمين ونجينا من كل بلاء ورب وغلاه وطاعون وذنا ووباه طهل من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدنا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منه ولوات اللهم أربع عن الجهج والجواة والعرية واكشف عنها من البلاء ما لا يكشو غيرك اللهم فرج عن مجد سيدنا محمد اللهم فرج عن مجد سيدنا محمد اللهم فرج عن مجد سيدنا محمد عباد الله إن الله يأمر بالعرض والإحسان والإيجاني القربين وإنهياني البحشاء والمنكر والبغ يعيذكم لعلكم تذكرون أقول قبلي هذا وأستغر الله علي ولكم أعطي الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولك يوم الجيل إياك العبوية من الساعين بذلك الصلاة المستقلة صلاة الذين ألمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالح سبح اسم ربك على الذي خلقه بسمه والذي قد ربهته والذي أخرج المرعي فجعله متاهن سنقول لك لا تنسي جاماش الله إنه يعلم جهره ما يفه ومجسرك لجسره فذكر النبات الزكري سيذكر من يغشي ويتجنب والاشغال يصنع ركوله يما لا يموت فيها ولا يحيي قد أبلح من تذكي وأكرسنا ربي وصله يكون فيها الحياة الدنيا وليها فلا تخير ويبقيه إن هذا لفي الصحب الأولى صحب إبراهيم وموسي الله أكبر يا الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إياك نعبد إياك نستعين إذا صراط المستخص وصراط الذين أعرمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين ثلاثيك حديث الغاشية وجوهن يومئذن خاشعة عاملة ناصبة تصدانا عن حامية تستيمن عين نانية ونسلهم طعم من دعم ضريع إدان اسم ولا أبني من شوق وجوهن يومئذن ناعمة نسعية أراضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها صرور مرفوعة وأكواب موضوعة ولمارق مصفوبة وذرع فيه مفذل فلا أمرنا إلى البل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ستحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعثبوا الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم وإن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة